اكد الفريق اول معالي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية رئيس اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات اهمية مواصلة تطوير منظومة العمل الحكومي بما يسهم في تعزيز المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حافظه الله ورعاه ويلب تطلعات المستقبلية التي يؤكد عليها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حافظه الله في اطار تحديد الاليات والاولويات التي تشكل المفهوم المستقبلي للعمل الحكومي وتعزيز جهود فريق البحرين لتطوير مخرجات العمل الحكومي بما يحقق المصلحة الوطنية جاء ذلك خلال ترأس معالي ورشة عمل محور لداء الحكومي والتحول الرقمي التي تعقد ضمن ورش عمل التطلعات المستقبلية التي وجه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حافظه الله حيث سعرض سعادة السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء السياسات والمبادرات التي انتهى اليها الاجتماع التنسيقي بمحور الاداء الحكومي والتحول الرقمي والتي تتضمن خمس سياسات رئيسية تندرج تحتها ثلاثة وعشرون مبادرة وهي رفع كفاءة الكوادر الحكومية وتطويرها ورفع كفاءة وفعالية القطاع الحكومي وتعزيز الرقابة والمساءلة والشفافية وتحسين التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الاداء الحكومي وتعزيز التحول الرقمي في الاجراءات والخدمات الحكومية تمهيدا لرفعها للورشة الختامية وذلك بعد ان يتم اعتمادها من قبل اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات وقد اكد معالي وزير الداخلية ان عقد هذه الورشة التي تعنى بخمسة محاورة رئيسية تأتي استكمالا لسلسلة ورش العمل التي عقدت سابقا لوضع وتحديد اولويات تطلعات برنامج الحكومة 2019-2022 واثمرت ولله الحمد عن اطلاق حزمة من المشروعات والمبادرات الرائدة التي ترجمت استراتيجيات واولويات العمل من اجل تحقيق اهداف التنمية المستدامة لا سيما تلك التي تتعلق بتطويع مختلف تقنيات الحديثة في الخدمات الحكومية واكد معالي وزير الداخلية اهمية تقييم اداء الكوادر العاملة في القطاع الحكومي والتي تعد اساس البناء والتطوير لافتا الى ان الامانة في اداء الواجب سمة الولاء والاخلاص في العمل كما تسهم الكفاءة في سد النقص في معدلات الاداء واشار الى انه سوف يتم عرض مريات المشاركين في الورشة خلال اجتماع اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات ليتم احالتها بعد ذلك الى ورشة العمل الشاملة التي ستعقد برئاسة معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير البنية التحتية واكد معاليها ان تطوير الاداء الحكومي عملية مستمرة وهي تخضع على الدوام للمراجعة واعادة التنظيم لضمان ديمومة التطوير لافتا معاليه لان النظام هو المرتكز لكل توجه تطويري وتنموي لذا حرصت مملكة البحرين على وضع الارضية الصلبة للتنمية بسيادة النظام ليسهل كل جهد وطني ينطلق نحو مزيد من التحديث والتطوير في الخدمة الحكومية مشيرا معاليه الى اننا نواجه الفوضى دائما بالنظام في سياق الاولوية التي يشكلها لضمان سير مسارات التنمية في العطر المحددة لها لتحقيق تطلعات ابناء الوطن واعرب معالي وزير الداخلية في ختام كلمته عن شكره وتقديره للقائمين على ورشة العمل على حسن الاعداد والتنظيم مؤكدا على ضرورة تبني المبادرة التي تكفل الاستفادة من البرامج والخطط الحكومية من اجل دفع عجلة التطور والنماء في مملكة البحرين نقش محور الاداء الحكومي والتحول الرقمي احد محاور ورش عمل التطلعات المستقبلية عدة سياسات ومبادرات بهدف دعم الكوادر والارتقاء بالعمل الحكومي وتعزيز التحول الرقمي لموكبة التغيرات العالمية ووضع مملكة البحرين على الخارضة في شتى المجالات هذه المحاور تأتي في سياق التنمية الشاملة في العهد الزاهر لحضر صاحب الجلال الملك حمد بن إيسى الخليفة ملك البلاد المعظم وأيضا توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ سلمان من حمد القليفة أحفظ الله ولا شك أن المحاور التي شفناها كلها تصب في صالح الاداء الحكومي والتطوير تحول الرقمي يعتبر مهم جدا في الاداء الحكومي يساهم في تبسيط الاجراءات إعادة هندسة الاجراءات يوفر المعلومة لاتخاذ القرار يقلل تكاليف بشكل جدا كبير يعيد هندسة العمليات بحيث يكون لها دور كبير جدا في تطوير وعمل قفزات في الاداء الحكومي مختلف طبعا يعني المحاور والسياسات الموجودة تحتاج إلى التحول الرقمي واستخدام آخر التقنيات الموجودة مثل ما وجه بها اليوم علي وزير الداخلية دائما نحن في سباق لازم نأخذ آخر التقنيات الموجودة نختبرها نطور نفسنا وهذه إن شاء الله رح يكون في صلب عملنا في خلال الفترة القادمة المحور ركز على تطوير كفاءات العمليات والإجراءات والخدمات الحكومية من خلال تعزيز الإبداع والابتكار فيها للتشجيع على رفع مستوى الجودة في الأداء وتبني التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لتحقيق أفضل النتائج تطوير الأداء الحكومي عمود فقري مثل ما قال معالي وزير الداخلية الله يحفظه لجميع المحاور وتنفيذها والتركيز حقيقة في هذا المحور المحور للأداء الحكومي والتحول الرقمي على العنصر البشري وقدرته على التحول الرقمي بالإضافة إلى تطوير الأداء الحكومي فلابد من وضع ما نراهن عليه حقيقة وهو العنصر البحريني اللي كلنا نفتخر بابعاته وابتكاراته وقدرته على تحقيق كثير من الإنجازات في الفترة السابقة إلى تغيير وتطوير المستقبل نقلات نوعية وتطور كبير تشهده مملكة البحرين على هذا الصعيد ساهم في ضمان استدامة الموارد الحيوية وتحقيق التميز في الأداء الحكومي ودعم التحول الرقمي لتعزيز التنمية المجتمعية والإسهام في تنمية القطاعات الحكومية في محور الأداء الحكومي والتحول الرقمي تم تحديد الأليات والأونويات بهدف تعزيز النهضة الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين لتحقيق التطلعات المستقبلية من خلال تقديم خدمات حكومية عصرية شوق العتمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين